السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخصوصي اخواتي كديري بصريكم بخير هاني نكركم زياني نتمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير فين ممكن تتمك تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليوم جديد ان شاء الله غدي نتقاس منعكم اللحم بالبرقوق مضغمر ومحمر بحال ديال الاعراس او ديال المناسبة تماما طريقة اللي سهلة وبسيطة غدي تنالعجبكم بسافة ان شاء الله يلجرب طلبة الطريقة فانتمنى فقط انكم تتبعوا معي الفيديو من اول حتى الاخير بشوفوا معي جميع المراحل ديالو وقبل ما نبدي الفيديو ديالك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي والسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل واصحابي اجمعي دزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله هنا غدي تاخدوا لي واحد الكمية ذي اللحم اللي كتبقى على حسب الاعداد ديال الافراد ديال الاسرة ديالكم فانا صراحة هنا كنت عندي اعراضة نقول لش الله نبتخطج معكم اللحم بالرقوق بالكيمية اللي هي كثيرة فبنسبة للكيمية ديال الحم عندي شوية اكتراكة على حسب ثلاثة ديال الطوابل فهنا اه الحماد دياله اصيلتها مزين وخليتها تقطر خليتنا واحد تبصيل او واحد صحل وضعت في واحد الكيمية ديال ربع ما بين قصبار ومع البلوس ايضا واحد ثلاثة ديال فصوص ديال التمعة شوية ديال الملحة ندقهم زيان حتى يطلق ذلك الربيع المميهة دياله من بعد كنوضع عليها العطرية او التوابق بالنسبة للتوابق اللي كنحتاج كنحتاج معلقة تكون عمرا زيان انسكين جبير معلقة ديال الفقوم راس معلقة ملئة بزار اللي هو الفلفل اسود بالنسبة للمعلقة راني كنوضع بالمعلقة ديال الكوسكوس يعني اللي كنناكل بها الكوسكوس نضع تقريبا جمع القضية السمن البلدي الحرك نضع القرفة اللي كيعطينا واحد لما هذا قوعر بزاف لهاد الحم ضروري ومالقرفة من بعد مما نضع القرفة نضع ايضا واحد لما هذا قضية صفار حبوب المدقوق اللي كيعطينا ايضا حتى هو واحد لما ذا قرائع جدا إذا كان عندكم ضيفه فكيجي واعر بزاف نضيف كاس زيت نباتية وايضا نضع كاس ديال المعلقة نحاول انني نخلط ملاحة التوابل اوهاد الحضرية مع بعض حتى ينساجموا سوف يمكن ناخد طريفة ديال اللحم ديالي ونشرم لهم بهالطريقة هاكي سوف نشرم للك الكمية كلها اللي عندي هنا في واحد تنجرة وضعت فيها تقريبا ثمانية ديال حبات كبار من البصل قطع صوم او شلط صوم بها طريقة كيفما كتحدوا معي الصورة وكنوضع ليهم العطرية او الثوابل نفس الثوابل اللي كنوضع في اللحم معلقة ديال سكنجبير تقريبا نصنع القديل الفرقم هنا رسم العلقة من الابصار وايضا كنوضع واحدة الرشيشة ديال الملون غداء اللي هو الزافرة اللي كيبقى اختياري في اللي كان عندكم زافرة شعرة غضي تضيفه من الاحسن ومن الافضر ولا اضامة ديال الزافرة مهم على حسب اللي متوفر عندكم انا صراحة ما متوفر ايش عندي كنوضع واحدة الرشيشة ديال الزافرة اللي كيعطيناك اللون وايضا كنوضع كاس ديال الزيتون يعني كاس ونص وضعت كاس ديال الزيت وغادي نزيد معاكم منص من بعد كنحرك مليح داك البصيرة مع التوابل اللي وضعنا ومن بعد كنوضع طريفات ديال اللحم بات شكلها هذا من بعد ما شرملتم ايه لكن عندكم الوقت انتو ما غادي تشرملهم غادي تخالي وما كاواحد مدة ديال ساعتين حتى ثلاثة ايال سوايع حتى كي تشرب مليح داك تشرمه لا فأنا صراحة ما كانش عندي الوقت يعني شرملته طيبته في نفس الوقت يعني بيصور عاك فيما كان قوله هنا زيتك نص كاس ديال الزيتون في كاس ديال الماء وعويدات ديال القرفاء كيف ما كانت لحده وضعت تقريبا خمسة ديال العويدات ديال القرفاء كبارة سوف اغلقتها على الطنجرة ديال وضعتها على النار على نر اللي بتكون عالية كنخلي ذك الحمد ديالي حتى كي يعني ذك لبصيلة حتى كتتسخن وكتبديا تتقلى ومن بعد كنقلب ذك تطريفة ديال اللحم بعد ما كيتقلوا كنخليهم حتى كيتقلى واحد شوية وكنزيد عليهم هنا الماء او كنرويب غفين بالماء اللي كيكون غليان يعني الماء اللي كيكون طيب ضروري الماء اللي كيكون طيب حتى المرميطة ديالنا يجب أن تكون سخونة نغلق اللحم حتى يضيف نضيف البرقوق وضعت الكميدي للماء نضيف ملاح و نصفه نضيف ملاحق القرفة نضيف ملاحق حتى يضيف نضيف ملاحق ثلاثة ملاحق نغلق سكر و حبيبات بلاحم نضيف ملاحق نضيف ملاحق اقرب القariة نضيف ملاحق نضيف ملاحق أوضيف ملاحظة نجد تقريباً فقط للمرايقة أو هذه الضغمرة توقف نحاولها نزيد نر ونقوم بتوقف وقم بقى نار من زيت الملفقي لا نحيد لحماية نقوم بتطنجرة وزيت الضغمرة نحرك ذاك طريفات ديل اللحم اللي عدنا بعد شكل باش ما يلسقوش لينا في الطنجرة كيفما قد لكم. ناراني جهات النار يعني دار درت النار اللي كتكون عالية. باش كتسوقف معنا ذاك تغميرك في ما سبق وذكرت معاكم. كتجينا هكا ملبنا وواقفة يعني زوينا بساك لما قد لكم بحل للمناسبات او دي لأفرح من بعد ما كتوقف كتولي بهذا الشكل هذا يعني كيتبقى ناغر ذاك الزيت من الفوق ذاك اللبصيرة كلها كتتغمر. ايضا حتاب نسدل اللحم حتى هو كيتحمر. هنتم محتر نسدل دي اللون دي اللحم حتى هو كيتحمر. اه متل تماما بحل يديريناه أو مدخليناه الفرة ان يتتحمر وهو غير في داخل الدخميرا يعني غير ذاك زويتا كما كنت احدهم معايا في الصورة من بعد ما كتوقفنا ذاك تغمرة. ما دويش كلية لها. طفيت عليها ممر. وغادي ندوز ان شاء الله دبا باش غادي نوضعوه. صحا التقديم. اول حاجة كنهز دك طريفات ديال اللحم. وكنوضع هون بهات الشكل هادا شوفو نعي اللحيمة ديال نكتش طايبة كمك بليكم. ومحمرة في نفس الوقت. فصرحة كيجي واعر بزاف كما تلكم. مثل تماما اللي كان ناكله في الافراحة وفي المناسبات. طريقة اللي سهلة وبسيطة. نتمنى تجربو هالطريقة وتردو عليها. فغادي تنال اجابكم بزاف ان شاء الله الى جرتو. صفي من بعد ما كانوضع طريفة ديال اللحم. كانوضع ايضا حتى الضغميرة. كانوضع ايضا. صفي ومن بعد ما كانوضع ايضا البرقوق من بعد ما عسلتو. كنت لكم راح وضعتو ثلاثة ديال معلقة ديال سكر ساندة او بسكر وبيضات. صفي وكانوضع البرقوق من الفوق. وايضا زينت انا حتى بالبيض. يمكن لكم زينو بالمشماش ولا تخليوا غير البرقوق. ما يمكن يبقى لكم اي ختياري ذاك الشي. فهنا صراحة كنت كنت تديرهم الغداء ذاك الشي علاش راني نزلوه كيفما رحتو معي. صفي وضع البرقوق في الوسط. ونفو تاكدك طريفات ديال البيض في الجنيبات كيفما رحتو معي اخواتي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للطبق لنا. فانتمنى انكم تجربوا بذات طريقة وترطورية. غادينا لإعجابكم بسافة ان شاء الله اللي اجربتوه. وانا بقين كاتشاهدو الفيديو حسنا. بقى نقول لكم شكرا. مساحة الحسنو تابعة. واسلام عليكم.